اهلا بحضراتكم مرة تانية قصة بريطانيا على وجهة تحديد وقصة انجلترا على وجهة تحديد وقصة الحجر الصحي في وجهة نظر انا مش قول لحضراتكم وجهة نظر انا هقول لحضراتكم وجهتين النظر وليكم انتم مطلق الحرية تقتنعوا باي واحدة منهم في واحدة بتقول اما انك انت تشتغل في القصة دي ودي او انك انت تشتغل وجهة نظر تانية تشتغل رسمي بمعنى ايه؟ بمعنى انه وانا يمكن اتكلمت في الموضوع ده لأنه مع كامل الاحترام طبعاً للمنتخبات المشاركة معانا في تصفيات كأس العالم اللي معانا في مجموعاتنا يعني تحديداً أنجولا الجابون ليبيا ما هيش المنتخبات اللي تقدر تقول أنك أنت محتاج الفولو سكواد يعني ممكن ماتش أنجولا على أرضك ممكن تبقاش محتاج قوي صلاح يعني فرقة منتخب مصر هنا دلوقتي بتكلم منتخب مصر الفرقة اللي عندها في مركز الجناح طاهر محمد طاهر عندك رمضان صبحي عندك أحمد سيد زيزو عندك حسين الشحات عندك حتى الشيكبالة ممكن يلعبها عندك أحمد سمير وغيرهم يعني بقول الأسماء اللي منورة في الحتة دي الموسم ده ما اعتقدش أنه وجود صلاح ممكن يسبب أزمة ممكن تلعب المتشاط دي وانت مرتاح هي القصة طبعا أنه ده مكمل معاك طول مشوار التصفيات هل ممكن التفاهم مع إدارة ليفر بول بشكل ودي أنه احنا نسيب لكم صلاح هنا فاتسيبه لنا في الجايات اللي احنا ممكن نبقى محتاجينه فيها أنك انت وده الأهم بالنسبة لبعد مشوار تصفيات المجموعات اللي مفروض يعني بما أنه احنا هدفنا أن احنا وصل كاس عالم يبقى عندنا فريق يوصلنا فريق مش لعيب فريق يوصلنا كاس عالم الأهم بعد كده أنا أتروح للعشرة الكبار وما انتش عارف مين ممكن ييجي في حظك ومن سوق حظك أنه معظم الدول الأفريقية مش داخلة في الريد زون زي مصر يعني منتخبات زي الجزائر أو منتخبات زي المغرب لو جات في حظك في المواجهات المباشرة دي محترفين هيجوا من إنجلترا ويرواحوا عادي جدا ما عندهمش مشاكل وبالتالي أنديتهم مش هتعارض سواء كنت بتكلم على نجوم زي رياض محرز نجوم زي حكيم زياش وغيرهم من النجوم طبعا الشمال الأفريقية أو حتى الأفرقاء اللي موجودين فيها بيلعبوا في الدورة الإنجليزية السؤال الأهم بقى هتعمل إيه في ارتباطاتك اللي بعد كده يعني الموقف ممكن يكون إيه في بطولة الأم الأفريقية هل من الممكن أنه مصر تلعب بطولة أم الأفريقية من غير نجوم زي محمد صلاح وزي أنني أعتقد سؤال صعب جدا الناحية الثانية أو وجهة نظر الثانية هنا بيقولوا أنه نتفاوض مع ليفر بول بشكل ودي بحيث أنه نسيب صلاح في مطشاط ما نبقاش محتاجينه قوي وفي المقابل أنه المطشاط المهمة أو الممكن تكون مصيرية نقدر فيها نستعينه ويبقى فيه اتفاق مبدئي مع ليفر بول مع دارة ليفر بول أنه في الوقت ده سيبولنا صلاح دي الناحية أو وجهة نظر بتقول يبقى التفاوض ودي بيننا وبين ليفر بول ناحية الثانية بتقولك لا اشتغل رسمي وبتمسك بحقك لأنه غياب صلاح عن مطش ليفر بول مطش جابون ما فيوش مشكلة أنه الجابون يلو زون وبالتالي سهل أنه صلاح يسافر يلعب المطش ويرجع لإنجلترا ما فيش لحجر صحي واوة لآخر لكن أنه يلعب في مصر هنا معناها أنه هيرجع إنجلترا يقعد عشر تيام حجر صحي سواء في فندق أو في مركز طبي المهم يكون مكان معتمد لمدة عشر تيام وده بالتأكيد من وجهة نظر ليفر بول مرفوض جملة وتفصيلا ليه؟ لأنه أولا فيه خطورة كبيرة جدا من وجهة نظرهم على محمد صلاح أنه لقدر لا يصاب بفيروس كورونا أو على أل تأدير حتى لو رجع سليم ده معنا أنه هيتعطى العشر تيام عن المشاركة مع الفريق هيخسر الفريق مجهوده في مطشات مهمة جدا ويبدو أنه ليفر بول عقد العزم أنه ينافس على البريمير ليجي السندي بالتالي خسارة صلاح ممكن جدا تبقى مؤسرة ومش بس كده ده كمان صلاح لو قاعد في حجر صحي لمدة عشر تيام صلاح أو غيره يعني أي فريق هيتبني وجهة النظر معناه أنه مستوى هيتراجع وبالتالي مش هيبقى فرمته أو جهزيته للمطشات بتاعت المنافسة في أعلى مستوياتها وبالتالي هيتأثر سلبا وبالتأكيد يأثر سلبا على الفريق لكن وجهة نظر تانية أكلة اشتغل رسمي ألجأ للفيفا خد استثناء طب وليه هنروح بعيد مع اليورو 2020 وحضراتكم معرفين أنه إنجلترا أو ملعب واملي تحديدا كان بيستضيف نهائي البطولة ولما كان فيه كلام من إنجلترا عن حظر استضافة أو حظر دخول الأجانب لحضور المطشات اتحاد الأوروبي هدد بحرمان إنجلترا من استضافة النهائي وبناء على الكلام ده تم استثناء عدد من الشخصيات اللي حضرت فإذا كان لكل قاعدة استثناء وبالتأكيد ممكن إحنا نبني على ده وممكن أنك تستثني لعيبة زي محمد صلاح أو لعيبة زي محمد النيني من للتحاق بمطشات مصر سواء في مشوار تصفيات كاس العالم أو سواء حتى في بطولة أمم إفريقية على كل الأحوال هيبان في الفترة اللي جاية وإن كنت الحقيقة أنا بشوف إنه منتخب مصر بتشكلته حتى بدون وجود صلاح شايف إنه منطقي جداً وطبيعي جداً 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 بإمكانيات الموجودة عندنا والعيبة اللي موجودة عندنا إنه ممكن جداً نخد مشوار التصفيات بدون محمد صلاح ونقدر نتخطى التلت منتخطى